يعني الآن أنتم في أقليم كردستان وأنت بعنوانك مستشار لشؤون الطاقة أن الحكومة الاتحادية خير عملت بتفعيل خط نقل النفط الاستراتيجي بين العراق وتركيا من كاركوك بديلا عن خط الأقليم كردستان أنه كانت على صواف في هذا أم لديكم ملاحظات على هذا التوجه أنا أتصور هذا الموضوع يؤدي إلى تأجيج المشاكل الموجودة بين الحكومة الإقليم الكردستاني والحكومة العراقية حول الملف النفطي ولا يؤدي إلى حالة الموضوع نهائيا وإنما يؤجج المواقف بين الطرفين لماذا يؤجج المواقف بين الطرفين؟ نعم اسمعك لماذا يؤجج المواقف بين الطرفين؟ الحكومة الإقريم الكردستان نعم الحكومة الإقريم الكردستان أيضاً مصرة على تصدير نفطها من خلال تركيا لكن يوجد مانع قانوني أو بسبب القرار المحكمة التحكيم الدولية في الباريس التي تمنع الحكومة التركية من السباح بإقريم الكردستان بتصدير النفط من خلال الموانئ التركية ولذلك يجب على الحكومة العراقية إيجاد حل نهائي للموضوع للمشكلة العالقة بين حكومة الاتحادية وبين حكومة الإقريم الكردستان لملف نفطي وليس اللجوء إلى فتح معبر آخر لغرص تصدير نفط الكردستان إلى تركيا والتخليع عن الشركات النفطية الموجودة في الأقريم الكردستان وحكومة الأقريم الكردستان لأن هذا التخلي يؤدي إلى تضخم المشاكل بين الطرفين وتؤدي بالنهاية إلى تأجيج المشاكل العالقة الموجودة بين الطرفين أغلبية الحقول المنتجة الآن في الأقريم الكردستان والحقول الكبيرة تقع في المناطق المتنازع عليها وأما هناك الحقول الداخل الخط الأخضر كما جنابك تسمى بهذا الاسم مثلا في حقل السرسنك وحقل الأربيل وحقل التقطق وهذه الحقول تقع داخل الأقريم الكردستان يعني الحقول التي تقع داخل الخط الأخضر حقول عددهم قليل وإنتاجهم قليل أيضا إذن لماذا هذه الضجة وهل يجوز تسمية تصدير حقل أو تسمية تصدير نفط أقليم كردستان هذا منظر من حدود أقليم كردستان هذا في سنجار هذا في شيخان هذا في خرملة هذا في سهل نينوى هذا في كركوك هذه المناطق لماذا يسأل ليس سواء ضجة سياسية كل هذه الضجة ليس صارت هذه الضجة هل التسمية هل التسمية هل التسمية بتصدير نفط أقليم كردستان من هذه المناطق تسمية صحيحة أم يجب أن يعاد النظر بها أنا أستاذ العزيز أنا أريد أصحى لجنابك الموضوع أن الآن لا يوجد شيء اسمها نفط أقليم الكردستان وأصبح النفط نفط العراق فقط وبعد صدور القرار المحكمة التحكيم الدولية في باريس يعني الشيء لا يوجد الآن اسمها نفط أقليم الكردستان والموجود يعني الاسم الموجود الآن فقط نفط للعراق يعني نفط العراق وخلاص يعني لا يوجد تسميات أخرى ولكن المشكلة تكمن في أن لا يوجد الآن في الأقليم في العراق بالشكل الكامل نظام موحد لإدارة الملفة النفطي الأقليم الكردستان تقوم بإدارة الملفة النفطي بنظام يختلف عن نظام الموجود في العراق هي هذا السبب هي هذا المشكلة التي أدت إلى وجود الأسامي والتسميات الأخرى لإدارة الملفة النفطي بإدارة بإسم النفط الأقليم الكردستاني وبإسم النفط للعراق ولكن فقط الموضوع موضوع سياسي بحث وليس فني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر